هنوحنا أخبارنا وهلبتدي بكرة اليد كما عودناكم كان عندنا مباراة مهمة مع نادي التيران وستطاع النادي الأهل النيفوز بفرق كبير 41-21 في مباراة كانت مهمة جدا في الجولة الـ 14 لفريق كرة اليد الرجال مستر ديفيد ديفيد المدير الفني دخل هذه المباراة وكان عايز يكمل سلسلة الانتصارات في الجولة الـ 14 الحمد لله فوزنا وبرصيد كبير بيدل قد إيه في رئيتنا الحمد لله وسط لمستوى فني جيد يعني ربنا يحافظ عليهم جميعا من الإصابات المباراة تتلعبت أول مباراة على نادي سيتي كلاب اللي في مدينة السلام وطبعا النادي الأهل كزا ما حدوكم شايفين النتيجة سيطر عليها منذ البداية للنهاية وطبعا فرق 20 هدف في كرة اليد ده فرق أو سكور كبير جدا طيب احنا عندنا كم نقطة زي ما قلت لحضركم 14 مباراة 14 فوز يبقى رصيد 42 نقطة على طول مطشنا اللي جاي موطش مهم جدا مع نادي الزمالك هيكون في تمام الساعة السامنة في إصالة العاصمة الإدارية الجديدة خليني برضو أقول لحضركم أن مطش نادي الزمالك هيبقى الساعة 8 كان الأول الساعة 6 وبعد كده تم تعديله عشان يعني البث وخلافه فبقى الساعة 8 مباراة مهمة لنا مباراة يعني مش هتأثر قوي على مشوار الدوري لأن احنا لسه في البداية ولكن مهمة لتأكيد الريادة وتأكيد التفوق النهاردة انت عندك بطل أفريقيا اللي فاتت الأبطال فوزنا بيها عندك خدت خمس العالم بطولة البصنة خدت فيها تاني فانت النهاردة الموسم انت بدأ بيه بشكل كويس لازم مباراة القمة في البداية بيبقى ليك فرض السيطرة بتقول لأن الفانيان السنة بي شكل مختلف طب فرقيتنا تقدر خدت من الخبرات بالفترة اللي فاتت بشكل كبير احنا حمل لقب الدوري وكأس السنة اللي فاتت وفوزنا بيهم على حساب المنافسة التقليدي نادي زمالك مهم جدا الفترة اللي جاية ان احنا نأكد هذه الريادة في مجموعة كبيرة من المصابين رجعهم حميد عندك فوكس مجموعة كبيرة كانت مصابة والحمد لله شاركت بشكل منتظم الفريق بيأكد بالنتائجه الكبيرة مش بس مع التيران وال14 مطش اللي فاته او 13 مطش اللي فاته يعني بنتيجة كويسة الجميل هنا كمان انه الفريق بدأ يزبط شوية حتة الشوت الاول والشوت التاني كنا احنا دائما بنتكلم المستر ديفيد ديفيد سياستو انه الشوت الاول بيبقى ماشي اكوال جيم بيبقى بيجرب كل اللعيبة بيعمل روتيشن سريع والشوت التاني بيفرض سيطرته فنيا بعد ما يختار افضل تشكيل لعب في الشوت الاول ولكن واضح الحمد لله ان المطشات اللي فاته اتنين تلاتة اللي فاته من بعد عودتنا من كأس العالم الاندية الشوت الاول بيبقى زي الشوت التاني تقريبا فده معناه ان انت استويت فنيا خدت خبرات ربنا بدعنا الاصابات ان شاء الله ومطش الزمالك اللي جاي مطش مهم جدا بكرر اه مش مهم في مشوار الدوري ولكن لسه بدري لسه هتلاعب الزمالك اكتر من وراه ولكن مهم جدا لفرض سيطرتك الفنية وان انت تقول انا السنة دي ان شاء الله هدافع عن لقب دوري وكأس عن الموسم الماضي كل التوفير لميستر ديفيد ديفيد واللعيبة وطبعا اكيد بقي الجهاز